افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة فعاليات الدورة التدريبية لأئمة وواعدات دولة بوركينفاسو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وخلال فعاليات الدورة التدريبية أكد وزير الأوقاف على أهمية مفهوم العلم النافع وإعلاء الإسلام لقيمة العلم والتعلم وتأتي الدورة في إطار العلاقات القوية بين مصر وشقائها الأفريقة ودور مصر الرائد لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها هذه الدورة هي الدورة الدولية الخامسة لأكاديمية الأوقاف الدولية سبق أن أقمنا دورتين لأشقائنا من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق ودورة للأئمة من دولة فلسطين ودورة لكبير المزيعين من اتحاد الإزاعات الإسلامية وهذه الدورة الخامسة لأشقائنا من دولة بوركينفاسو نحمد رب العالمين الذي فضلنا بهذه الدورة القيمة نحن ساكرين جدا وقبل كل شيء نحن جئنا هنا لتعليم دين الحنيف ووجدنا أن أهل المصر طيبين وناس مميزين وناس دينيين نحمد رب العالمين الذي فضلنا بهذه الندوة نحن استفدنا كثيرا من هذه الدورة في بوركينفاسو لماذا؟ لأن الدورة جاءت لنبضي الفوارق بين المجموعات أو المضاحب الإسلامية الموجودة في العالم وخاصة في بوركينفاسو ترجمة نانسي قنقر